توفيق صباح الخير وسمعينك أنا وكريم تفضل صباح الخير يا نهواند وطبعا حمد الله على السلامة صباح الخير يا كريم برحب بيكم وبكل مشاهدي عشرة صبح في الأهلي جولة جديدة من أهم وآخر الأخبار المحلية والعالمية الصادرة صباح اليوم السلساء 6 إبريل 2021 متوجدين معاكم هنا من مقر جريدة الجمهورية وقبل من خرش في عنوين أخبارنا النهاردة أهم المباراة النهاردة ممكن فيه مباراتين في الدوري في إطار الأسبوع الثمانتاشر ظهرة الجنوب أسوان بيستضيف أمبي الساعة 5 يمكن دي أول مباراة تقام على السادة أسوان منذ فترة طويلة بعد طبعا المجهود الرائع لعملاته الشركة الوطنية العملاقة استادات من تطوير السادة أسوان ممكن هيظهر بشكل أكثر من رائع النهاردة كلنا هنشوفه خلال المباراة والمباراة الثانية غزل المحل هيستضيف سموحة إن شاء الله في تمام الثالثة عصرة وطبعا المتعة كلها ودورة أبطال أوروبا النهاردة ريال مادريد هيستضيف ليفربول ومانشستر سيتي هيستضيف بروسيا دورتومنت نروح بقى لأخبارنا وأول خبر معانا من جريدة اليوم السابع الأهل يستانف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيمبا بدور أبطال أفريقيا العنوان الثاني من الوفد صفحة سبعة اتحاد المصرع يطلب استضافة بطولة العالم عشرين تلاتة وعشرين نروح للجمهورية صحبة الاستضافة والصفحة خمستاشر نهاء مبكر بين الريال وليفربول بدور الأبطال الليلة والفرؤون طمعان في السقر من الملكي ده طبعا كناية عن المباراة اللي كانت بين الفريقين في نهاء نسخة عشرين تمنتاشر واستطاع فيها ريال مادريد تحقيق الفوز والزفر بدور أبطال أوروبا على حساب ليفربول العنوان الأخير معانا من جريدة الشرق الأوسط كلوب يقف في مواجه الزيدان مجددا هلند أمل ممثل ألمانيا أمام ريال جوارديولا المتعلقين في ربع دور الأبطال اليوم ليفربول يسطدم بريال مادريد ومانشستر سيتي مرشح لتجاوز دورتومونت دي كتأهم وآخر ينزم الأول عنوانا وكما هنتناقش فيها مع الكاتب الصحفي والنقل الرياضي بالجمهورية أستاذ حسام الغربوي أستاذ حسام براحب بك في البداية يمكن نادي الأهلي بعد أجازة مبارح منحها المدير الفني بيعود للتدريبات لسيمبا شايف الاستعداد لمباراة سيمبا زي طبعا الأهلي قدر أنه يصعد لدور ربع النهاية بعد مشوار كبير ومباراة قوية جدا أمام فرق مجموعة الأولى وطبعا قدر أن الأهلي بالتأهل ده نبقى فيه أريحية أنه يبقى فيه مباراة قوية قادمة مع الأخيرة في الجولة الستة من البطولة طبعا عنده فرصة كبيرة أنه يشرك بعد اللاعبين ما اشتركوش قبل كده أو كانوا فيه الإصابة مثلا أو ما اشتركوش بشكل قوي مثلا زي صلاح محسن وليد سليمان علي لطفي نصر ماهر وطبعا عودة كهرباء للتدريب الجماعي بعد تقضيته للعقوبة لمدة شهر بعد المشكلة الأخيرة طبعا ويدي قدت فرصة كبيرة جدا لمسلمان أنه يبقى الأهلي فيه شكل تاني خالص شوف لاعبين جدد لم يشاركوا أنه بيحط خطط جديدة يقدر ينفزها بشكل قوي وفي نفس الوقت بثقة كاملة لأن المباراة تحصل حاصل أن الفريقين تأهلوا وطبعا خاصة بعد أن احنا عندنا بعض اللاعبين المهمين مش هيشاركوا زي علي معلوم أنه هو محتاج لعشرين يوم أنه هو بحيث أنه يعود تاني وحمدي فاتحي ومحمود وحيد ونتمنى طبعا الأهلي إن شاء الله يفوزوا وانا إن شاء الله بتوقع أن الأهلي يتوق به البطولة العشرة لي ويحافظ على اسمه لقبه وده المتوقع من أهلي وده اللي إن شاء الله بإذن الله همباركه لعليه وراهيب دولة أبطار أوروبا ومباريات يعني زي النهاردة بقول كل محبه ومعشرق قرط القدم النهاردة على موعد مع المتعة لريال مدين بصريف ليفربول والمباراة التانية ماتشستر سيتي بيصريف بروسيا دورتمون يشايف المباراة تين إزاي خاصة والنجم محمد صلاح بيشارك النهاردة في قولها المباراة طبعا هم موراتين مهمتين جدا جدا ولكن طبعا أكيد الشعب مصري كله بيبقى مركز مع صلاح أكتر طبعا صلاح بيسعى للصقر من الريال خاصة بعد حصوله على الوصفة بس في 2018 وكان حتى أصيب صلاح وطلع بعد نصف ساعة وده طبعا كان أحزنه جدا ولكن بيسعى للصقر إن شاء الله خاصة أن الفريق طبعا خارج من فوز كبير على الأرسنال بسلسة هداف وعنده دفع معنوية قوية جدا للأخذ بالصقر وخاصة محمد صلاح لأنه طبعا محمد صلاح بقى بينافس أكبر الهدفين في ليفربول يعني قدر إنه هو طبعا سجل 24 هدف من خلال وبشكل عام 26 هدف فطبعا بيسعى بكل قوة دي مدية دفع معنوية كبيرة جدا للفرعون المصر إنه هو يكمل مسيرته مع ليفربول بقوة وإن شاء الله نتمنى له الفوز بإذن الله أما بالنسبة لمانشستر ودورتوموند فطبعا هيبقى فيه مباراة قوية جدا لأن طبعا جوارديولا هو حتى صرح قال إن الفريد لقصادنا كل اللاعبين فيه مهمين جدا رغم إنه صنشو مش هشارك ولكن طبعا فيه هالند هيبقى منافسة قوية جدا بين الفريدين وده شيء طبيعي إنه إحنا عشان جميع مشاهدة أو محب كرة القدم في العالم إنه هم يستمتع موراتين قويتين النهاردة إن شاء الله شكرا صلى الله عليه وسلم شرفتنا وتمعك التوفيق دايما نهوان دي كريم دي كانت جولتنا النهاردة من داخل جريت الجمهورية انتهت لحد كده لكن إن شاء الله تواجدنا وعشر وصبح في الله دايما المستمرين وبنقدم كل ما هو جديد الكلمة لكم إحنا بنشكرك جدا جدا زميلنا العزيزة توفيق وبشكرك جدا على يعني اهتمامك إنك تقولي الحمد لله على السلامة وبنشكر أكيد ديفك الأستاذ حسام الغرباوي شكرا نروح بقى مع حضر